السلام عليكم الخوان إن شاء الله سوف نقع بخير يعطيكم صهالة راكم تتبعوا دي زيت بولا راح نتكلم مع القائمة عبر الماضي المباراية المالي والسويد مباراية ودية مباراية شكلية تحضيرية عيطوا لها كما تحبوا لا احتفالية على حسن ما راني يشوف المباراة مع السويد راح تكون مباراة احتفالية بلك مبولحي راح يعتزل لبيها بلك جابوا في القائمة ربع حراس هدي الله مفهمتها بلنا نظن بلك هدي المباراة بلك الاخيرات عن بلحي وينت عرف ما الله مانيا يقابد مليحة علش جبنا ربع حراس في القائمة ندخل مباشرة في الموضوع هدي القائمة هدي راح نعطيها رايي على هدي القائمة اسكو منطقية اسكو غير منطقية أنا لي منطقية القائمة هدي علىها دي كنعطيكم علىها بعد الكوارثة ع الفين واثنين وعشرين بسكو كوارثة ع الصح كوب دافريك خسرناها وخسرنا المنديال خاطرش مرحش نروحو المنديال الناس اللي راي ما زالها تنوم مرحش نروحو الكوب ديوموند خلاص بركة ونتمس خير مرحش نكونوا كوب ديوموند المهم خسرناها تزوج الاستحقاقات هدوما بعدها نورمالما كي تكون كوارثة هكذا نورمالما تبدل كلش ولا سياسة عكت ما التغيير جذري باش تبني حاجة جديدة للمستقبل سورتوك اللعبين تواعنا قاعد تقدموه في السن بعد الاخفاقات ما بدلناش دوك سياسة قعدت كيف كيف نفس الوجوه مع اوغندا طنزانيا وزيد وزيد جاب سبع لعبين بالماضي امام ايران كانت جديد تنفسنا شوية طريقة لعبة تبدلت من بعد قاعدوا كل اللعبين بقا واقل في هذه القائمة غير حماش من هديك المباراة ع ايران بقا حماش لعب باديل امام ايران عاودوا عيطلوا في هذه القائمة ميسي نون قاعدوا كل اللعبين ما ما راهمش في هذه القائمة هدي تسمى في السياسة اللي رانا فيها القائمة هدي منطقية تسمى بالماضي ما يبدلش ما رحش يجيب لك جوارجان كما شعيبي كما كداري تاع اسبانيول بارسلون كما 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 المهمة مكاش تجديد من الاخفاقات نفس الفاريق نفس الكوادر نفس اللعبين اللي كانوا يلعبوه للأسف هاد القائمة هدي منطقية من هاد الجانب نظرا السياسة اللي رانا فيها تماما زلنا نكمل بنفس الفاريق اللي خسر واحد من اسوأ الفرق في كأسي فريقيا كنا 21 مصنفين في الكان على 24 دوك رحكم تشوفو باللي ما بدلناش دوك هاد القائمة هدي رح في نفس المنوال ومنطقية من هاد الجانب بلك في التربوسات المقبلة رح يجيبون نجاح بالعمري بدران نورمال يعني حاجة عادية بس كون نفس السياسة ان شاء الله رحوا بعيد بهات السياسة المدرب يعرفوا شاو يدير يخي النس هم يقولوا هكذا انا ما رحش يقولوا المدرب كيفاش لازم يسير للفريق تيهو ناطيراي برك دوك ندخلوه في القائمة دروك خط بخط الحراس جبناه ربح حراس في تربوس ويدي وتلت حراس اكتر من 30 سنة وزوج منهم اكتر من 34 سنة دوك قولوا لي الحراس معليش يكملوا حتى 44 سنة شوف بوفون وكذا ما نزيش ندخل في هذا النقاش هذا لابلكم معلاش بوفون شوف وين تكون و شوف وين لعب في المسيرة تيهو و شوف اوكي جاو وين يلعب المهم ما ندخلش في السيارة هذا عندنا تلت حراس اكتر من 30 سنة واحد في عمره 26 سنة وهو منظرية في الدرجة الثانية الفرنسية صنف احسن لاعب تاع كون رأي يلعب في كون في شهر سبتمبر وفي شهر اكتوبر زوج مرات هو لاعب الشهر دوك يستهل استدعاء بسحكي تشوف المنظومة تقول بالليتما احسن حارس يلعب في الدرجة الثانية وفي عمره 26 سنة هذا هو المستقبل الفريق الوطني لا تنسوا بالليتما احسن يلعب كوب ديومان ديراكت كان حارس مغمور لا يلعب في ديقالان كلوب مبولحي ولنصينا في كعص العالم السياسة تبدلت بزاف بن ناصر جبناها 17 سنة كان يلعب في الراديف دوكا لا تتخيل اللي تجيب واحد من الراديف بالماضي امبوسيب نجيبو جوار يلعب في الراديف جين جين رجيريان يجيبو دوك هذي هذي هي اللي شغول على بيها بدت بالسياسة خطر شه هذي اللي تخليك تشوف القائمة هذي هذي زغبة يستهل بسكي وراب اللي كان عنده مستوى وكي جا رأي في الدرجة الثانية في ميتس مبولحي يعني بكل احتراماتنا المبولحي خلاص تقدم في السن رأي في الدرجة الثانية السعودية ما نزيش نهضر اكتر المهم للحراس اعطوني الرأيكم في التعليقات بلا كين حاجم اللي ما راني شايفها علاشة ربعة في تربص ودي اكتر من ودي امام السويد امام المالي بناء فارق جديد علاشة جبنا ربعة حراس سيرتو كونستحقودي جوار نسيوهم في الميليو ولا في لاطاك جبنا ربعة حراس اوكي بلا كان ليا مباراة احتفالية تع السويد بلاك اخر مباراة عن بولحي الاعتزال تعريس من بولحي ما تقدرش تعرف الدفاع الدفاع مندي نفس نفس الوجوه مندي راه يلعب شوية مع فيلاريال هذي العام ما المستوى تعه طاح بزاف المستوى تعماندي مراش نفس المستوى كي كان في 2019 وهذا امر طبيعي تقدم في السن والاستمرارية في اللعب مع فيلاريال ما كانش عنده منافسة كي ما كان يلعب في بيتيس ما جبناش كداري واسيم كداري تع اسبانيول بارسلون ما فهمتش علش ما جبناش هات الجنجوار هادا تماما كاش تجديد طوغاي اسكو راح يلعب بزاف اسكو عنده منافسة كبيرة مع في تونس طوبا راح يلعب مع النادي تعهو امر طبيعي بدعياد انا لي ما يستهلش فريق وطني ما ميدا راح يلعب في كازابلونكا 130 سنة وره يعني المحدودية تعهو في المباريات اللي مقبل ما نش فهم وش من البوست راح يلعب بسكو مع الواق كازابلونكا راح يلعب في المحور احنا راح اللعبوه كظاهير اه ولا عالطال راح يلعب مليح مع نيس راح جايب اروحو ان شاء الله ما مجيش اصابة راح يلعب راح يلعب لعب ليماتش دونك امر طبيعي يكون في القائمة هادي حاجة مليحة دونك عالطال منطقي ما كانش راح يلعب مليح مع نيس التساؤل هو لريس دونك هذا هو المفاجأة جاب جوار جديد هضرت عليها في القناة كان يقولوا لي لعب عادي وكذا انا تانيت ما شش يعني حاجة كبيرة من هذا اللعب ما هوش لعب خارق ما يقدر يفيدك في بعض المناصب في الميليو يلعب بمتعدد المناصب دونك راح يشوفوا الفيديو هضرت عليه اعطيت له حقه ما زيتش عليها وما نقص يعني هذا مهدي ليريس انا نتمنى ونشوفه يدير حاجة في فريق الوطني حاجة جديدة ما دا بنا نجربه بسح وين نجربه وش من منصب انا راح تشوف مع المدافعين انا نظن جابه باش يلعب ظاهر ايمن بلاس عطال جاب نعيادة دايما يجيب ثلاثة باش انصي جاميع عطال يتبليس نوك مزان نديرو هذيك العافسات عطال ممكن يصاب نوك نجيبولو البديل تاو نوك راح يجيب لعبين متعددين المناصب ها كيما ليريس يلي يقدر يلعب في الجهة اليمنى ويقدر يلعب ميليو تيران الامر الايجابي في الدفاع المنافستة بن سبعيني انا اظن المستوى تحمي لم يكن في نفس المستوى يجب عليك البديل يجب عليك نفس المستوى لم يكن اضافة في هذا المنصب انا لدينا بن سبعيني ونأكل المنافستة حمي في هذا التربص نرى يجرب ونرى ما يمد حاجة على سما شفت يلعب في اوكرانيا لا اعرف وسط الميدان بالنصر هادي حاجة بالنصر لازم يكون جبناها مره اضافة وما زلنا نتكليل عليه جوار جان هادي السياسات المستقبل تجيب دي جوار تجلبهم كيكونوا جان تقنحهم كي ما كنا نديرو بكري مايلا غالب دوك ماكاش سياسة هادي زروقي راهي العمل مع توانتي قلوب لانا زروقي دائما ننتقد بسعر يلعب مليح دوك يستهل استداء راه طلع النيفو شفت كالكو ماتش تاع لقطة تاع توينتي هاد العام راه يلعب مليح في توينتي مع الفريق الوطني ما زال ما لقاش روحو أنا نظن المنصب تاع ما زال ما لقيناش ما زال ما وراش يعني وشي قادر يدير في الفريق الوطني المستوى الافريقي ما زال ما شفنا ولو من عند زروقي ولأسف إن شاء الله إن شاء الله يبان إن شاء الله يبان مع المالي ويدير حاجة في وسط الميدان بوداوي تطور كبير تاني طرح راه يلعب بالصح أنا بوداوي جام ما شفتوا مع الفريق الوطني جام ما شفتوا دار حاجة كبيرة في فريق الوطني منذ 2019 مع تنزانيا أنا هي المباراة هادك ماتش في فرنس أمام تنزانيا اللي شافوا هذا الماتش قدروا تعودوا ترحوا تشوفوه شوط أول در حالة بوداوي وهذا الماتش ملتمك ما زل شفتوا تفاهم هذا الماتش إن شاء الله نعود ونشوفوه معاني صراح يقدم مستويات جيدة ونتمنى لتوفيق مع الفريق الوطني جون جوار لعب شاب تقدر تكل عليه رانان سنة ومن عند بوداوي أكثر زرقان اللي مسكين مع الفريق الوطني ما زل ما تشروحه مع إيران دار هكذا عفايز بصح عنده صعوبات مع الفريق الوطني ما نشعر فعله يلعم مليح مع شر الوطني ما زل ما شفنه شي دار حاجة كبيرة بنطالب أمر طبيعي وراب اللي نقدر نتكلو عليها ممغينيا ممنيجيريا المهاجمين المفاجأة هو كريم عريبي وسليماني ثانيت أنا لدي سليماني علش جبناه بصكو لا يمكن ماركي مع بريست لا يمكن ماركي الهدف واحد منذ ما نعرف شحال سليماني 34 سنة قريب 35 ما نش ضد سليماني بسح إذا حبيت تجدد الفريق لازم تجيب ناطا كونجان لازم نطلع سليماني لا تقدر تكمل هكذا بسليماني طول طول كريم عريبي كيف لا نفهم على جبناه وقال مع السيا ربي لا تبتش روح لا عارف أن هذا عريبي على جبناه بقر عنده صعوبة ثانية مع الفريق المحلي مع عريبي هذا لي ما يسجل لا فهم 28 سنة مع لعب شاب هذا سؤال يبقى مطروح عم مورا جان جوار لا يمكن أن نقول كوال عليه سؤال يطرح مرة أخرى استدعاءات في الهجوم لا فهم وما هي السياسة السياسة ما زلنا نتكلم على اللعبين خبرات 2024 بارك سؤال نبن فريق مستقبل هذا هو سؤال محرز حاجة نورمال راي العم مع السيتي رحم الله راي عاود ولي والناس أمر طبيعي أيضا بلايلي وبالرحمة أخير جبنا منافس البلايلي اللي راي وحده راي يلعب وحده راي يدير وشي يحب في الميدان كي يخرج ويزعاف كي الاخر إن شاء الله يورينا مستويات جيدة في هذا التربوس لي أنا ليا هذا التربوس ما زال ما فهمتوش ما فهمش هالتربوسات اللي راي نديرو فيهم أسكو رانا نوجدو نربحو كوب دافريك أسكو ما كانش هكذا ديز أوبجيكتيف ما هوم الأهداف تعب الماضي أسكو لازم نربحو كوب دافريك أسكو لازم نلحقو الدمي فينال تعال الكوب دافريك الجاية أسكو كوب ديوماند أسكو رانا نبني ولا الكاس العالم هالتربوسات كاين غوموظ ما فهمتش وين رايحين بهالتربوسات وين رايحو دايمن بلايلي بمحارز كيت صعب علينا ندخل وقعلي جوار اللي قادر التهو عنا تعبكري باش يربحو المبارايات الودية توق ما فهمتش هالتربوسات أسكو ما التربوسات تعبين فارق ولا تربوسات تعفوز مبارايات ودية كيف يستفاد منها يعني ما نشفهم مليح وين رايحين بهالتربوسات الوطني على بيها كرهت شوية ندرلي فيديو على الفارق الوطني ناس تسبب فيها وما لنشفهم وين رايحين بهالتربوسات لو كان يفهمنا برك في الندوة صحافية ما هو المشروع الوبجكتيف تعنا واش هو اسكنوا بدلوا طريقة لعب تعنا باش نبنوا حاجة ماشي الـ 2024 للـ 2025 بالك باش ندروا طريقة لعب باش نخرجوا بالبالون باش اسكنوا نجيبوا لجنجوار باش نبنيوا للكوب ديوموند اسكنوا نكملوا نلعبوا بالكوادر القدم اللي خسروا كلش في 2022 بنفس الخطة تعال الكورات الطاويلة وكذا بكل صراحة ولا غير كرهت شوية يران يمديقوتي بكل صراحة رايح جاي الكوب ديوموند الناس ما زالوا يقولوا بلي راح نتأهلوا القاطر ما كاش منها قاع بركة وما تبيعونا في الأوهام بركة وديت خسرنا في مارس كوب ديوموند ديوموند جاي راح نتمتعوا بالون بلالجزائر للأسف ياو خسرنا خسرنا ما روحوش الكأس العالم ما كاش الجزائر في كأس العالم والله راني مديقوتي الخوا راني مديقوتي صح وهذي نكمل الفيديو هكذا بسك آني كار راح والله كوب ديوموند قاع ما كاش قاع اللعب ما كاش اللي جوار ما كاش آه دي آه خلاص صحي صحي تلخ والسلام عليكم